البداية مع منتخبنا الوطني لكورة اليد اللي بقى جاهز تماما لمواجهة نظيرة والأسباني في اللقاء اللي هيقام غدا في الدور الربع النهائي اللقاء يقام في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا أول لقاء لمنتخبنا الوطني لكورة اليد يقام في هذا التوقيت لكن ما عندناش حجك يعني مش حطين الموضوع ده في دماغنا تماما انت ليك هدف معين هنصل إليه بإذن الله أي أن كانت المعطيات أي أن كانت المعوقات وتوقيت اللقاء عليك وعلى الخصم المنتخب الأسباني طبعا منتخبنا الوطني كان أنهى الدور الأول في الترتيب الثاني في مجموعته المجموعة الثانية فاز على المنتخب الأرجنتيني وهزيمة النرويج أمام البعبع المنتخب الدنماركي المرشح الأول للميدالية الذهبية خلانا نبقى متواجدين في الترتيب الثاني تماما كما أنهينا دور المجموعات في أولمبياد توكيو الماضي المنتخب الأسباني تأهل للدور الرابع النهائي بعد ما احتل المركز الثالث في مجموعته كان يعني المجموعة بتاعته المجموعة الأولى كان فيها كم من السيناريوهات الدراماتيكية كانوا على وشك الطلوع في وقت من الأوقات بعد التعادل مع كرواتيا فاضل ثلاث ثواني فاص بريك هدف التأهل كثالث المجموعة لمقابلة رجال منتخبنا الوطني كل التوفيل لأبطالنا جيم لن يكون سهل على الإطلاق لكن حدث كبير قوي أولمبياد عظماء كورة اليدة في العالم متواجدين في المحفل ده فطبيعي لو انت عايز تصل لميداليا انك تقابل أقوى منتخبات العالم وأعتقد ان انت بعدت عن المنتخب الأعظم والأصعب في الوقت الحالي في الدور قبل النهائي مش مورك مش بقول ممهد لكن كل المتشاط فيما بعد في أديك كل المتشاط في الملعب لو انت في حالتك الطبيعية تتمكن بإذن الله بسهولة شديدة من التفوق على المنتخب الأسباني تعدي أسبانيا عندك فرنسا وألمانيا شفت المنتخبين فرنسا بالتحديد بعيد جدا يعني تأهلهم كان بشبه مؤجزة وبمجملات تحكمية فجة بقولك الكلام يعني بأمانة شديدة جدا فبشوف ان كل منتخبات كورة اليد في معادة المنتخب الدنماركي كلها في المتناول لو انت في حالتك لو لعبتك تعاملت بقى مع الجيم مع الستين دي كلها بمستوى سابت من العبش 40-50 دقيقة والعشر دقيقة اللي بتدفعنا التمن غالي دائما وأبدا فبإذن الله نتمكن من التفوق على المنتخب الأسباني وكل السقة في كل رجال منتخبنا الوطني اللي أدى بشكل عظيم واللي ما كانش في حالته واللي ما كانش موفق واللي كان موفق كلهم بندعمهم لأنه كلهم عندهم الكردت كلهم عندهم من الرصيد ان احنا نقبل بأي حاجة هيعملوها لأن ده المنتخب يعني ده المنتخب ده صوانا على البهجة دائما وأبدا يعني ما ينفعش ننسى إنجازات منتخب اليد ده في الأولمبياد اللي فاتت وبطولة العالم والترتيبات المتقدمة اليد دايما بيغرد منفردا في حتة بعيدة عن كل الألعاب الجمعية يمكن أول مرة كرة القدم تناطح كرة اليد ودي كانت مفاجأة حقيقية لنا كلنا فبإذن الله التوفيق يكون حليف لانتخبنا الوطني لكرة اليد ترجمة نانسي قنقر